السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اه احبيني اللي سبحانه وتعالى اليوم غادي نتكلم على الاخواتم بيذنى لا لا كما قلت في الفيديو الاولى غادي انشاشر هناك الاخواتم ان شاء الله بالاتمينة من الفين درهم الفوق لحساب الملوك اللي داخل الخاتم ان شاء الله بيذنى لا لا كيني الناس دول اخواتم حتى الخمسين الف درهم تل عشر الف درهم تل عشر ف درهم وبزاف الاخواتم يتمشوا بيهنى لاه سبحانه وتعالى الانسان هاتي تغصوه النية ان شاء الله بيهنى لاهي سبحانه وتعالى وتسليم كما قلت ان شاء الله بيهنى لاه كما قلت و بيهنى لاه و ان شاء الله بيهنى الانسان الى در الخاتم هماشي غادي جيه يولبسوه في البلاصة فنجمع معها المسائل الروحانية لأن كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل إنسان معه قاريين كما قال رسول الله هذا القاري كان صفت لك شمعه في كارتنا الإنسان اللي في الضربدة اللي في طنجة اللي في لعيون اللي في جميع المناطق للبلاد المملكة إن شاء الله كان صفت لخوات مادو عبر وسائل النقل بإذن الله سبحانه وتعالى وكتوصلك في شمعه شمعه خضره مثلان للقابول وشمعه صفره والبيضة بإذن الله كتشعلها وفيها ثلاثة الحجابات ويال الطاطل وفيه قريعة الماء كل شيء الخير هذا موجود في أسميته في كارتنا بإذن الله سبحانه وتعالى على حسب جهة ديال إنسان كي اللي يبغي الخاتم مشي الخاتم هو اللي كي يتباع بدك الأتميناء الغالية كي يتباعوا الملوك الملوك على حساب الملوك كي ينين الملوك يعني باهدين في الأتميناء غالين في الأتميناء وكي ينين الملوك بوسطة وكي يقضيوا الغرض ديال اللي هي بها ديال قبول عن ديال الدخول مع الناس اللي يخدام شي شريكة مثلا لموديل شي شريكة اللي عنده لقابل دياله اي حاجة كي ديرها بإذن الله سبحانه وتعالى هذا الخاتم هذا رأى مزيان قابل عام وفيه حصم من المس ومن الجن ومن العين ومن الصحر هذا أخوات مهدو رأى محصون من العين ومن المس ومن الصحر وفيهم قابل عام ديالكوشي قابل عام ديالكوشي بسائل قابل عام ديالكوشي فيهم لهيبة فيهم قابل من رأىك يحبك بإذن الله ويجعل لك الله القبول في الأرض ان شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى كما قلت هالخوات مهدو كيتمشهم عشمعة خضرة ولا حصفرة ولا بيضة ومعاهم تتدهط البخورات وقري عدلم عاد كي تلبس هذا الخاتم ونهار خمس ايام نهار ديالكوشي نهار ديالكوشي ونهار الرابع أن شاء الله كيكون شلالة شمعة ونها الخاميس كيتلبس الخاتم باش يولي ديالك ويدخلوا الروحانية ديالك والقارين ديالك إن شاء الله بإذن الله وأقول له قولي هذا استغفر الله علي وليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته